بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب السنة الرابعة باسم إدارة الأعمال أهلا وسهلا بكم في المحاضرة رقم 4 نعتبر أن أول محاضرة التقينا فيها دي رقم 1 بعدين استكملنا تخطيط الكل للإنتاج رقم 2 بعدين الجرولة الرئيسية والتخطيط التجربة للطاقة رقم 3 وعدين تخطيط الاحتياجات من المواد رقم 4 اللي هو موضوعنا النهاردة النهاردة احنا طبعا قلنا انه العملية التخطيطية تمر بعدة مستويات نفكركم أو المستوى هو التخطيط الاستراتيجي للإنتاج وده شرح الدكتور مابسة معها المستوى الثاني اللي هو التخطيط الكل للإنتاج أو تخطيط الإنتاج تجاوزا زي ما احنا بنقول وده اللي احنا شرحناها المرحلة الثالثة الشرحناها في المرة اللي فاتت المرحلة أو المستوى الرابع اللي هو تخطيط الاحتياجات من المواد اللي هو موضوع النهار المرحلة الأخيرة أو المستوى الأخير اللي هو الجدولة التفصلية فكلامنا النهاردة عن تخطيط الاحتياجات من المواد وبينسميها أو هو ده بيسموه Material Requirements Planning Material Requirements Planning Material مواد Requirements احتياجات Planning تخطيط وتخطيط الاحتياجات من المواد وبناخد الحرف الأول من Material الحرف الأول من Requirements والحرف الأول من Planning وبيسموه MRB وذلك تسمع كثيرا يقولك MRB المربي يعني تخطيط الاحتياجات من المواد احنا في كلامنا عن تخطيط الاحتياجات من المواد هنتكلم عن عدة نقاط هنتكلم عن مفاهيم أساسية وحنتكلم عن في المفاهيم الأساسية هنتكلم عن الطلب المستقل والطلب المشتق ومفهوم المخزون ومفهوم مخبط المخزون وعدين هنتكلم عن مفهوم تخطيط الاحتياجات من المواد بعدين هنتكلم عن أهداف تخطيط الاحتياجات من المواد وتخطيط الاحتياجات من المواد ده نظام وأي نظام ليه مدخلات ومخرجات وتحول فهنشوف إيه هي مدخلات نظام تخطيط الاحتياجات من المواد وإيه هي مخرجات وإيه هي عملية التحول وبعدين بناخد حالة تطبيقية على ذلك وبعدين بعد ما نقلص تخطيط الاحتياجات من المواد بنعمل تخطيط التفصيل للطاقة تعالوا دلوقات نتكلم عن قبل ما نتكلم عن تخطيط احتياجات من المواد نتكلم عن المفاهيم الأساسية وزي ما قلت إن المفاهيم الأساسية بنتكلم فيها عن 3 نقاط رأيسية مفهوم الطلب المستقل والطلب المشتق مفهوم المخزون ومفهوم مراقبة المخزون إيه الطلب المستقل إحنا عارفين إن كلمة الطلب زي ما قلنا في أول محاضرة حد من أبنائنا الأعزاء قال أنه الطلب هو مجموع الرغبات المدعمة بقوة شرائية الطلب هو الرغبات المدعمة بقوة شرائية والرغبات اللي هي زي ما احنا قلنا اللي هي الحاجات الحاجات هي رغبة غير مشبعة فمجموع الرغبات المدعمة بقوة شرائية بنسميها طلب طلب ده من السمن وعين في طلب بنسميه طلب مستقل وفي طلب مشتق ايه المستقل وايه المشتق وايه الفرق بينهم الطلب المستقل ده هو طلب مش مرتبط بطلب على حاجة اخرى على عناصر اخرى يعني زي مثلا ما بنشتري سيارة طلب على السيارة لغرض الاستعمال لغرض الاستعمال نشتري احذية بالغرض الاستعمال نشتري طعام لغرض الاستعمال فهنا الحاجات دي بتشترى لذاتها مش مرتبطة بحاجات اخرى لكن حنشوف الطلب المشتق حنلاقيه مرتبط بحاجة تانية الطلب المستقل ده بيخضع لظروف السوق ايه هي لظروف السوق العرض والطلب حالة السوق العرض والطلب والاحتكار والرواج والكلام ده كله وهذا الطلب قد يكون مستمرا ومتقطع او متقلبا واستمرا يعني في اي فترة من الفترات هتلاقي طلب متقلبا يعني ممكن يزيد وممكن ينقل زي كده زي ما انت شايف يعني اذا على المحوار الوفق ده الزمن وعلى المحوار الرأس ده الكمية شوف الطلب في اي فترة من الزمن حتلاقي فيه طلب اللي هو الخط اللي هو اللحمر ده هنا حتبص تلاقي الطلب قليل بيزيد بيزيد وبعدين هنا قليل وبعدين بيتزايد وبعدين بيكد يمشي ياخد فترة اعلى وبعدين ممكن ينزل تاني بعد كده ففي طلب في اي فترة من الفترات هتلاقي فيه طلب يعني لو جيت قصاد اي فترة هتلاقي فيه طلب لكن الطلب ده ما هوش رقم سابت زي ما شفنا في حالة الطاقة فقد يكون مستقرا ومتقلبا وهذا الطلب يتم تقديره باستخدام اساليب التنبؤ ده الطلب المستقل يبقى مستقل يعني ما بيرت مش مرتبط بحاجة تانية وقد يكون مستمرا ومتقلبا ونقدره باساليب السوق باساليب التنبؤ وياخذ على ظروف السوق لكن الطلب المشتاق الطلب المشتاق زي مثلا أنا بشتري إطارات بشتري الإطارات عشان نركبها في العربية إذا الطلب على الإطارات متوقف على الطلب على السيارات كل ما يزيد الطلب على السيارات يزيد الطلب على الإطارات زي الأسمنت والمباني كل ما تزيد المباني يزيد الطلب على الأسمنت لأنه بنشتري الأسمنت عشان نعمل به المباني فهنا الطلب على الأسمنت او الطلب على الاطارات في الاسمان متوقف على حركة البناء في الاطارات متوقف على عدد السيارات المنتجة وهنا الطلب ده مش بيخضع لظروف السوق بيخضع للسلعة النهائية اللي حيدخل فيها يخضع للسلعة النهائية يعني انتجت كم سيارة هتبني كم مبنى بمساحة قدي وهنا مش مستمر ومتقلب هتبصت لقيه متقطع يعني ايه متقطع يعني شفت هنا في الحالة الاولانية كان في اي فترة من الفترات اتلاقي فيه طلب تعال لك نشوفوا هنا هنا ادي الزمنه وهذه الكمية على المحور الرأس شوفوا الفترة دي الفترة دي ما فيش طلب لكن الفترة دي او فيه طلبت شوية دود فترة دي هنا ما فيش طلب لكن هنا في الفترة دي فيه طلبة شوية دود فترة دي ما فيش طلب لكن هنا فيه طلبة ادي معنى نقصده متقطع وهنا الطلب ده ما بنقدروش لكن بنحسبه بنحسبه ازاي بنحسبه بناء على الانتاج اللي احنا نويين ننتجه طب وإحنا عرفنا ازاي الانتاج ده عملنا قبل كده الجدول الرئيسي على حسب الكميات النازلة في الجدول الرئيسي وعلى حسب احتياجات الوحدة من الكمية أو اللي بنسميه قائمة المواد ده الفرق بين الطلب المستقل والطلب المشتق الامة عربي اللي هو تخطيط الاحتياجات من المواد حنلاقيه مرتبط بالطلب المشتق يبقى ازا الطلب المشتق ده احنا قلنا ليه الفرق بين الاتنين دول لان الموضوعنا اللي هو تخطيط الاحتياجات من المواد مرتبط بالطلب المشتق ده المفهوم الاول اللي احنا المفهوم التاني اللي هو كلمة مخزون طبعا مفهوم المخزون إحنا أنتو أخدته في إدارة المواد في سنة تانية معنا كلمة مخزون المخزون وأي كمية مواد نجيبها نحطها في المخزن تستنى شوية في المخزن بنسميها مخزون أي حاجة نجيبها نحطها في المخزن وتستنى شوية بنسميها مخزون استنى شوية لغاية ما نستخدمها لو كنا صناعة مثلا أو انبيعها لو كانت مثلا منظمة تجارية فالمخزون هو أي كمية من المواد تحت سيطرة في المنشأة ونحتفظ بها لفترة معينة ساكنة عشان يبقى مخزون لازم يستنى شوية لازم يستنى شوية لكن لو جاء ورح للاستخدام على طول ما يبقاش مخزون لفترة معينة ساكنة نسبيا نشوف ساكنة نسبيا مش ساكنة دائما لأنها لو كانت ساكنة دائما تبقى مخزون ومخزون الراكد احنا بنحربه هو أي كمية من المواد تحت سيطرة المنشأة يتم الاحتفاظ بها لفترة معينة ساكنة نسبيا انتظارا لاستخدامها أو باعها والمخزون ده احنا بنحاول نتحكم فيه بنخلهش يزيد لأن زيادته تعمل لنا مشاكل ولا يقل المشاكل اللي تعملها الزيادة انه رأس مال معطل ممكن يتلاف ممكن يتقادم ممكن يتعرض للسرقة والحريق ونحن نأمن عليه والكلام ده ونقل حنضيع فرصة باية عشان كده المخزون ده بنتحكم فيه ونزبطه ما نخلهش يزيد ولا يقل ما نخلهش يزيد ولا يقل طب إيه اللي يخليه يزيد يعني يعني إيه يعني إحنا بنحدد له مستوين ما يقلش عن حد معين وما يزيدش عن حد معين طب إيه اللي بيخليه يزيد قالك والله ممكن اللي يخليه يزيد إنك إنت اشتريت كمية أكتر من اللازم أو ما اشتريتش في الوقت المناسب طب إيه اللي يخليه بيقل برضو إنت اشتريت كمية أقل من اللازم أو اشتريت بعد الموسم أو المعاد منتهى فعشان كده التحكم في المخزون أو مراقبة المخزون دي فيه حاجة عندنا اسمها مراقبة المخزون مراقبة المخزون يعني بنشوف حالة المخزون ما نخلوش يزيد ولا يقل عن حد معين وبالتالي قلنا بيزيد أو يقل لأننا اشتريت كمية أكتر أو أقل من اللازم أو اشتريت في غير المعاد فعشان كده مراقبة المخزون بتجوه لي على ثلاث أسئلة ثلاث أسئلة دول هما أطلب كام لما أطلب وأطلب إمتى وأطلب إمتى ورأي بإيه لأن عندنا أصناف كتيرة فدي المفهوم التالت اللي هو مراقبة المخزون مراقبة المخزون كم نطلب وما نطلب وماذا نراقب دي المفاهيم الثلاثة اللي احنا لازم نعرف نتكلم عن احنا بنتكلم عن مراقبة المخزون لسلايد دي بنقولها بس كده كفكرة عامة فكرة عامة بس عشان نشرح لك نقطة تبقى بس يعني معانا لكن مفيش دعي تحفظ التفاصيل اللي هي موجودة فيها مراقبة المخزون مراقبة المخزون دي اللي هي نطلب كام ونطلب إمتى لها ارتباط بنظم الطلب اللي هي الطلب المستقل والطلب المشتق ازاي احنا قلنا هذا الطلب في طلب اسمه طلب مستقل احنا قلنا نكون مستمر في طلب اسمه طلب مشتق قلنا ده متقطع الطلب المستقل عشان نرقبه فيه اكتر من نظام للرقابة فيه حاجة اسمها نظام كمية الطلب الثابتة احنا قلنا المخزو بنرقب المخزو نطلب كام ونطلب امتى عايزين يجاوب على السؤال نطلب كام في الطلب المستخل او المستمر احنا بنحدد له كمية نقول له كل ما تطلب احنا بنجاوب له على السؤال كل ما تطلب اطلب الكمية دي كمية ثابتة 100 مثلا فايما يطلب يطلب مية كل ما يطلب يطلب مية عشان نرacerbbe عليه او فيه حق نظام تاني اسمه نظام دورة الطلب السبتة كل اسبوع اشتري او كل شهر دورة دورة الشئ اللي هي تكرر بالنتظام خلص اصبوع اشتري بقى دورة اسبوعة خلص الشهر مثلا يعني وفيه نظام اسمه نظام نقطة الطلب الزمنية نظام كمية الطلب السبتة ده فيه عدة طرق فيه حاجة اسمها المراجعة المستمرة فيه حاجة اسمها نظام الخانتين اتنين خاهية عن النظام الخانتين نظام دورة الطلب السبتة فيه حاجة اسمها استكمال دوري فيه حاجة اسمها استكمال اختياري فيه حاجة بتجمع بين كمية الطلب السبتة ودورة الطلب السبتة بنسميها كمية ثبتة بالمراجعة الدورية لما نروح للطلب المشتاق وبصل لها الطلب المشتق عايزين نحدد الكمية اطلب كام والله في عندنا عدة نظم ايه هي النظم في عندي نظام الجت او جست ان تايم في عندنا نظام اسمه نظام الام ار بي اللي احنا بنشرحها وده وفي نظام اللي هو نظام اسمه كمية غير متكررة اطلب مرة حاجة مرة ومش يحن تتكرر مرة اخر في نظام يجمع بين كمية الطلب المشتق ونظام نقطة الطلب الزمنية الاثنين مع بعض اسمه نظام الدي ار بي دي جاي من ديستربيوشن ار ريكويرمنت بي بلانينج يعني نظام توزيع الاحتجاجات وده بيبقى في شركات التوزيع اللي انا يهمني من ده كله الخلاصة اللي عايزة اقولها انه الطلب فيه طلب مستقل وفيه طلب مشتق وإحنا لما بنراقب المخزون من حدد كم نطلب ومتى نطلب فعشان نحدد كم نطلب ومتى نطلب عندنا عدة نظم فإذا هناك ارتباط بين نظم مراقبة المخزون وبين نظم الطلب ده كل اللي عايزه من هذه المفاهيم اللي فاتت وانا مش عايزك تحفظ لانا عايزك بس تاخد فكرة عن هذا السلايد لكن ما تحفظش التفاصيل اللي هي موجودة فيها نروح بقى دلوقتي ايه هو بقى نظام تخطيط لاحتياجات من الموات احنا شرح دل اللي فات عشان نحنعرف تخطيط الاحتويات من موات نظام تخطيط لاحتياجات ما هو نظام لتخطيط الانتاج تخطيط الانتاج بيعمل ايه زي ما شرحنا زمان في اول مرة بنحدد الاهداف بنحدد الاعمال بنحدد ア pelvis بنحط الجدول الزمني ده تخطيط الانتاج مراقبة المخزون ايه احنا بنعمل الكلام ده واحنا بنحدد الاحتياجات ونجيب المخزون نخلي بالنا انه المخزون ما يزادش عن حد معين زي ما احنا قلنا ولا يقل من حد معين عشان كده احنا شرحنا اللي فاته فنظام تخطيط الاحتياجات من المواد ونظام لتخطيط الانتاج ومراقبة المخزون النظام ده ما بنعملوش يدوي انما بنعمله باستخدام الحاسب وحقول لكم السبب بعد شوية يعني ده ما بنعملوش يدوي حتى احنا في المسائل اللي حنعملها هنا المسائل اللي نعملها هنا مسائل بسيطة لكن في الواقع العملي او في الصناعة وحتى فيه نظام في الكمبيوتر كمبيوتريز اسمه نظام الام ار بي يبه هو نظام تخطيط للانتاج ومراقبة المخزون باستخدام الحاسب بيعمل ايه الاول بيتنبه بالطلب المستقل او فاجر الطلب المستقل ها طلب المستقل عايزين كم عربية هنبني حركة كم كم متر مربع مثلا او كم عمارة هم طلب المستقل على المنتجات الايه وبعدين نروح مسكين بقى العربية ونقول العربية عايزة كم اطار عايزة كم باب عايزة كم فانوس عايزة كم موتور عايزة كم جازناء الحركة يبقى احنا الاول تنبهنا بالطلب المستقل السيارة وبعدين حددنا المكونات المطلوبة للسيارة اهو السيارة مثلا هنجيب لها كم اطار ها كم اطار لا اربعة غلط خمسة لانه في اربع ركبين واحدة استبن احتياطي يبقى وفي ضوء ذلك يحدد انواع المكونات اللازمة زيادة الطلب المشتاق والكمية المطلوبة من كل مكون في خلال الفترات الزمنية بتاعتنا لان احنا بنقول والله في الاسبوع الاولان هننتج كذا في الاسبوع التاني هننتج كذا في الاسبوع الرابع هننتج كذا وبالتالي بنحسب المكونات اللازمة ده مفهوم نظام تخطيط الاحتياجات من المواد الهدف منه ايه اللي احنا هنعمله ده مع بعض يعني هدف نظام تخطيط الاحتياجات من المواد ايه حاجتين ان احنا نحدد اجمالي الاحتياجات من المواد اما ممكن يبقى عندنا في المخزن قال اه يبقى تحدد الاجمالي وتشيل منه اللي في المخزن يديك الصافي يبقى هدف نظام تخطيط الاحتياجات من المواد تحديد اجمالي وصافي الاحتياجات من المواد وتحديد الكمية المطلوبة اللازمة من كل مكون من المكونات وإمتى وإمتى ووقت الحاجة إليه ده هدف نظام تخطيط الاحتياجات من المواد وإحنا بنحدد الاحتياجات من المواد يعني وأنا بحدد الكمية المطلوبة في كل مرة من المرات افرض مثلا أنا والله عندي في المخزن 20 وحدة والإنتاج المطلوب 100 وحدة وفيه في المخزن 20 يبقى لازمني كـ 80 طب لما أجي أطلب أطلب 80 ألا أشوف بقى زي الكلام اللي قلناه زمام في الجادول للرئيسي للإنتاج فيه نظم أو نماذج لتحديد كمية التوريد وأنا أقول لكم الكلام ده زمام وحنا نتكلم في الجادول الرئيسي إيه بقى النظم دي فيه نظام عندي اسمه نظام التوريد دفعة بدفعة يعني في المثال ده أنا عندي 100 أنا أسف عايز 100 عندي 20 يبقى نصني 80 يبقى هاتي 80 يبقى أنا بجيب على الأد التمانين دول اسمه من دفعة على الأد مش أكتر ولا أهل فده نموذج نموذج التوريد دفعة بدفعة وفيه نموذج زي ما احنا قلنا شرحنا شوية من شوية دلوقتي فيه نظام اسمه نظام كمية الطلب الثبتة اللي كنا زمان بنسميها حجم الدفعة الإنتاجية لما كان يدهلنا في الجدول الرئيسي للإنتاج نقوله لما تطلب اطلب الدفعة دي زي ما شفنا في الأمثلة اللي كنا خدناها 50 واحدة 90 واحدة 80 واحدة فيه نظام اسمه اطلب كل أسبوع أو كل شهر أو كل فترة فيه نظام اسمه نظام أقل تكلفة فيه نظام اسمه اللي فات ده أقل تكلفة للوحدة فيه حاجة اسمه أقل تكلفة إجمالية فإذا إحنا عشان نقول هنطلب كام من المكونات أو من إجمال الاحتياجات أو من صاف الاحتياجات هنطلب كام هنطلب على حسب اللي حددهولي واللي حيحددهولي حيبقى واحدة من الحاجات اللي معانا دي أنا قلت تخطيط الاحتياجات من المواد نظام وأي نظام له مدخلات وله مخرجات ولا هو تحول أنا عشان أعمل تخطيط الاحتياجات من المواد عايز إيه؟ قال والله إحنا عايزين ثلاث حاجات إيه هم الثلاث حاجات اللي عايزينهم؟ عايزين الجدول الرئيسي للإنتاج اللي شرحناه المرة اللي فاتت وعايزين قائمة المواد وعايزين ملف سجل المخزون إيه بقى الجدول الرئيسي للإنتاج؟ جدول الرئيسي للإنتاج اللي احنا شرحناه اللي احنا قلنا بناخد من الخطة العامة العامة محددتش تفاصيل نبتد نحدد التفاصيل في الجدول الرئيسي ونحطها في الجدول الجدول ده بيبقى فيه الفترات الزمنية والفترات الزمنية قلنا اللي حنسلم فيها واللي قلنا إنها بتبقى الفترة المحتوطة دي يعني لو قال الأسبوع رقم 5 مع معناها في نهاية الفترة الخمسة وبنتحدد فيها كمية الإنتاج بالجدول الرئيسي فاكريني شكل الجدول الرئيسي كان بيبتدي بالتنبوة تحتها عوامر محبوزة تحتها مخزون أول المدة تحتها الرصيد طب هل الرصيد سالب؟ لو كان الرصيد سالب يبقى فيه كمية إنتاج ناخد كمية الإنتاج دي ناخد كمية الإنتاج دي اللي نزلت هناك في الجدول عشان نستخدمها هنا في تقدير احتياجاتنا من الموت طيب نزل في الجدول زي ما قلت مثلا نزل في الجدول 100 عربية نروح بقى نعمل إيه نعمل حاجة أو حاجة تانية اللي عايزينها حاجة اسمها قائمة المواد إيه هي قائمة المواد قائمة المواد عارف زي إيه قائمة المواد زي في برامج الطبخ في التلفزيون اللي هي بيقولك قائمة المأدير إيه قائمة المأدير عايزين نعمل ترطة طيب عشان نعمل ترطة عايزين دقيق وعايزين سكر وعايزين بيض وعايزين مش عارف المكونات دي طيب إيه أنت عايز تعمل كم ترطة كذا طيب إيه اللي يقولك عايزين المأدير مش عارف قد كم كيلو دقيق مش عارف كم كيلو سكر مش عارف قد إيه سامنا الحاجات دي فالمكونات دي لما نحطها نحددها عشان نعمل ترطة اسمها قائمة المواد فقيمة المواد هي بيان بالكميات المطلوبة من كل مكون من الدقيق والسكر والسامنا مثلا وغيرها مثلا لو كان حيستخدموا حاجات أخرى اسمها إيه؟ المكونات المكونات اللازمة لإنتاج الترطة أو العربية منتج النهائي العربية زي ما يقولنا العربية عايزة كام إطار عايزة كام فانوس أمامي عايزة كام فانوس خلفي عايزة كام باب عايزة كام باب عايزة كام إطار وهكذا يبقى المنتج النهائي العربية مكونات وكذا ولذلك نجي نعمل القائمة القائمة في أدي رقم الجزء أو المكون وبعادي فيه الوصف يعني مثلا هنا نكتب رقم واحد أو الجزء خمسمية واحد هما زي ما قلتلكم بزمان وإحنا بنتكلم عن الجدولة الرئيسية في الإنتاج وفي المخازن ما نستخدمش المنتجات بأسماءها بنستخدمها بأرقام قودي فيفرض مثلا العربية مثلا نرمز لها بالرقم خمسمية واحد مثلا يبقى خمسمية واحد هنا في رقم الجزء أو رقم المنتج أو رقم الوصف سيارة وبعدين الكمية اللي احنا المطلوبة وبعدين الكمية المطلوبة دي من المكاوم هنجيبها هنصنعها عندنا ولا هنشتريها اسمه المصدر دي قائمة المواد بنعملها إزاي قائمة المواد عشان نعمل قائمة المواد بروح مسكين المنتج ومفككينه مسكين المنتج ومفككينه رقم العربية العربية هنفككها لما مفكك العربية حيطلع المكونات اللي أنا قلت عليه أو مثال بسيطة مثال بسيطة عندي أو خطوات إعداد قيمة المواد امسك المنتج وجزاءه يعني فكفه إلى مكونات الفرعية ومن المكونات بعد ما تجزاءه اعمل حاجة اسمها شجرة المواد أو هيكل المنتج وبعدين اعمل قيمة المواد تعال نشوف هذه عندي النظارة 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 مكونة من إيه النظارة مكونة من هنفككها من من تلات حاجات لكن لغرض التبسيط احنا هنقول اتنين بس ايه هم دول النظارة مكونة من اللي بيركبوا فيها العدسات الإزاز دول أو البلاستيك اللي بيركب فيها العدسات الإزاز أو البلاستيك اسمها الواجه اللي هي دي الواجه ده مشبوك في ايه مشبوك فيه الدراعين الدراعين جميل وبعدين المفروض تبقى فيه مسامير عشان تربط بينهم وبعدين ايه ال 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 الواجه ده هتركب فيه العدسات فإذا نمسكنا المنتج وفككناه وبعد ما نفككه منه إذا قال لك فككه وبعد ما نفككه تعمل شجرة المواد بالشكل ده طب الشامبر ده مكون من الشامبر ده مكون من الدراعات ومكون من الواجه الدراعات والوجه الوجه اللي هي بتركب فيه العدسات وممكن طبعا ده ميصال بسيط ممكن يكون فيها مخدات ممكن زي ما قلت يكون فيها مسامير لكن لغرض التبسيط احنا بناخد حاجة مبسطة يبقى الاول فككنا المنتج وبعد بفككنا المنتج رسمنا شجرة المواد المنتج الرئيسي اللي بننتجه ده هنسميه المستوى صفر المستوى صفر اللي جايب بنسميه المستوى صفر اللي جايب عديده بنسميه المستوى واحد اللي جايب عديده بيسموه المستوى اتنين يسموه المستوى 2 وهي بنسميها مستوى ليه لأن ده يفكرنا زي الهيكل التنظيمي قادي رئيس مجلس إدارة قادي مدير مش عارف ايه وكذا وقت الواسع أقسام فعشان كده بنسميها مستوى يبقى المنتج الرئيسي بنسميه المستواصف أو أحيانا بنسميه الأب أو الوالد الأب أو الوالد لأن ده الأب الكبير بتاعه الأب الكبير ليه أبناء مين أبناؤه ده وده فده المستوى 1 ده بنسميه الأبناء للمستوى صفر مكونات المستوى 1 يعني العدسة والإطار ده الأبناء النطارة الإطار أبناءه مين؟ الدراع والوجه يبقى إذن بنسميها المنتج الأعلى اللي بنفرع منه اسمه الأب الحاجات اللي طلع تحته ده اسمها الأبناء اسمها الأبناء والخلام ده طبعا مهم إيه بقى الرقم المكتوب هنا؟ بيقولك إن الدارة الشمسية عايزة عدستين وعايزة شمبر واحد الشمبر الواحد عايز دراعين وعايز الوجه اللي هي بتركب فيه العدسات إيه بقى ده اسمه إيه؟ جبنا المنتج أهو فككناه عملنا شجرة المواد طب ليه بيسموها شجرة؟ لأن الشجرة بيبقى لها جزر وبعدين لها ساق وبعدين لها أغصان فهي دي شجرة بس مقلوبة هادي الجزرة هاو واده الفروعة هاو واده الفروعة التفصيلية بعد كده فعشان كده بيسموها شجرة المواد من شجرة المواد بنعمل القايمة اللي احنا كنا شرحناها قايمة المواد هاه هادي رقم الجزء زي ما احنا قلنا هناخده على المظارة واده الوصف واده الكمية المطلوبة وحنجيبها من المصدق سون عشر اول حاجة مثلا اطماشر اطماشر ده اللي هو الاطار الاطار اللي هو الشامبا عايزين كامل نظارة الوحدة عايزين واحد وده بنتجيبه بنشتري جاهز ولا بنصنعه لا بنصنعه الاطار ليه اولاد عاو شوف الاطار اطناشر اولاده الولد الاولان هو اطناشر واحد اسمه الدراع ها الشامبا عايز عايز الازرع الزراع عايز كام عايز اطنين بنشتريه ولا بنصنعه بنصنعه وبعدين فيه اطناشر اطنين اطناشر اطنين اللي هو الوجه اللي بتركب فيه الدراعات اللي بيمسك فيه الدراعات واللي بتركب فيه العدسات عايزين كام وجه عايزين واحد بنشتريه ولا بنصنعه بنصنعه وبعدين عايزين يبقى دول الاتنين دول اولاد ده وعشان كده تلاحظ انه اطناشر في الحالتين او. وبعدين في ايه كداني كمان فيه كان ابن للنظارة اللي هو حنسميه تلاتاشر. اسمه ايه? اسمه العدسة. عايزين كام? عايزين عدستين. دول بنشتريهم جاهزين. ما تشغلش بالك انت احنا العملية دي اسمها قائمة المواد. ما تشغلش بالك بالارقام اللي هي موجودة هنا. كل الفكرة ان احنا بنقول ايه? انه 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 بنسميش المنتج باسمه انما بندي له رقم كودي. كل اللي اللي عايزك تعرفه ان قائمة المواد فيها الرقم الكودي وفيها الوصف الحاجة اللي انت عايزها. والحاجة اللي انت عايزها دي هي بالكيلو ولا بالطن ولا بالجرام ولا بالوحدة ولا بالدسة اللي هي الكمية المطبوبة للوحدة واذا كنا بنصنعها او بنشتريها. دي اللي هي قائمة المواد. احنا قلنا عشان نعمل نظام تخطيط الاحتياجات من المواد. عايزين جدول الرئيسي للانتاج. عايزين قائمة المواد. أنا آسف عايزين ملف سجل المخزون قيمة المواد دي تتعمل إمتى؟ تتعمل وهناك واحنا بنصمم المنتج يعني فيه المهندسين أو فيه المصممين اللي بيعمل التصميم اللي بيعمل التصميم العربية يقول لك عايزة كذا وعايزة كذا وعايزة كذا اللي بيعمل التصميم ده هو اللي يحط قيمة المواد يعني مرة كنت في شركة الناس صناعة السيارات بيقولولي والله كان فيه حد من ليبيا وجاي طالب سيارة بمواصفات معينة بيقول احنا رفضنا هذه المواصفات قلتولي لي قال لي تقلب بناء وهي ماشية بسرعة بناء على المواصفات اللي قالوها تقلب فالفني في مرحلة التصميم هو اللي بيحط قيمة المواد ولا مرة كنت في لازور دي مثلا اللي بيعملوا الحلقان وبيعملوا العقود اللي في صدور الإنات دي أو في أذانهم فهو اللي بيقول لك دي مش عارف يتحط فيها كم خلزة ودي مش عارف يتحط فيها مش عارف ايه فالقايمة دي بتتعمل في مرحلة تصميم المنتج الحاجة الثالثة المطلوبة اللي هي ملف سجل المخزون ملف يعني فايل ويسموها فايل ليه لأنه هذا النظام قلنا كمبيوتراز يعني البيانات دي مسجلة في الكمبيوتر في ذاكرة الكمبيوتر يعني البيانات اللي هقولها دلوقتي دي موجودة في ذاكرة الكمبيوتر ايه هي البيانات دي محتفظ بها في ذاكرة الكمبيوتر كل مكون من المكونات اللي احنا عايزينها عندنا في ذاكرة الكمبيوتر فيه كام موجود منه في المخازن لأنه ممكن الحاجة دي بقى موجود منها في المخازن وبعدين طيب فيه حاجة احنا طالبينها ولسه ما جاتش اللي طالبينه وجاي في السكة بيصوموه اوه مرتاح في التوريد طيب احنا هذا المكونات لما نيجي نطلبه زي ما شرحت من شوية الدفعة او الكمية اللي بنتطلب بها كام لو ما شين من نظام كمية الطلب السابتة او الدفعة السابتة ومعدين طب فترة التوريد يعني من اول ما بعث لغاية ما تجيني خلي بالك فترة التوريد مهمة جدا دي فترة التوريد يعني من أول ما بعت لغاية ما تيجي حتاخدت دي فترة التوريد خدناها في سنة تانية في دارة المواد هي الفترة التي تمقضي من أول إصدار طلب من أول إصدار أمر التوريد أمر التوريد حتى ورد الكمية اسمها وفترة التوريد وعايزين بيان كمان مخزون الأمان اللي حكينا عنه زمان في الجدول الرئيسي للإنتاج يعني الصنف ده فيه منه مخزون أمان ولا ما فيش فإحنا عايزين التلات حاجات دول يبقى المدخلات بتوعنا ثلاث حاجات ايه هما؟ اللي هو الجدول الرئيسي للإنتاج قيمة المواد ملف السنة المخزون بنجامل الثلاث دول ونحسب حساباتنا وتطلع بقى المخرجات ايه المخرجات؟ المخرجات فيه حاجتين فيه حاجة اسمها تقارير رئيسية وحاجة اسمها تقارير فانوية اللي بيطلع على ورق تقارير الرئيسية إحنا نويين جدول الأوامر المخططة جدول شرحمة جدول يعني معناها فيه فترات وفيه أصناف فالأصناف اللي انت ناوي تبعت للمورد أو ناوي تبعت للورشة فبنعمل جدول الجدول دي لو كانت الحاجات اللي تشترى اسمها جدول الأوامر التوريد لو حاجات بتصنى أجود أوامر التصنيع وعشان كده بنسميه جدول الأوامر المخطط إصدارها وفيه ويطلع لجدول اسمه جدول الأوامر الصادرة اه والله دا احنا اقبعتنا ولسه مواصلش وبعدين بيطلع لي في التقرير حاجة اسمها التغيرات في الأوامر المخططة فاكرين زمان في الجدول الرئيسي لما قلنا نغير اه فممكن نغير نغير امتى حد فاكر حد فاكر حد ذاكر اه الفترة المجمدة بنغيرش فيها ونغير امتى نغير في الفترة الثابتة نغير في الفترة الثابتة في الظروف الاستثنائية انما في الفترة المفتوحة اهلا وسهلا التغيير قائم الفترة الرابعة الفترة المفتوحة الفترة المملوعة والكاملة ممكن يحصل فيها تغير بقليل من التكلفة فلو قدمنا امر او اخرناه بتنعكس اسره هناك في الجدول الرئيسي بينعكس اسره هنا في نظام تخطيط الاحتياجات من المواد دي التقارير الرئيسية تقارير الثانوية بتطلع لي تقارير تخطيط تقارير تخطيط يعني الاهداف والكميات والازمنة والكلام ده كله ويطلع لي تقارير تقييم اداء يعني ايه تقييم اداء يقارن ما سبق بالاداء الفعلي وفيه تقرير اسمه تقرير الرقابة بالاستثناء الرقابة بالاستثناء احنا درسناها في سنة اولى ان طالما الامور ماشية كما هو مخطط ما احنا ما بندخلش وما اللي بندخل امتى لما يحصل ظرف طارق الظرف الطارق ده مش دايما بيحصل فعشان كده بنسميه استثناء فيطلع لي تقارير بالظروف الطارقة التي حدثت ولم تكن متوقعة عشان لما نخطط مرة تانية ناخدها في الاعتبار لاسف ما عليش كل مرة كده في كل تسجيل لازم انكوه الحمد لله ما فيش كورونا تقارير الرقابة بالاستثناء دي المخرجات وبالتالي نظام تأخطيط الاحتياجات من هو يحسب يطلع لباقي المخرجات المخرجات ايه فيه تقارير رئيسية اللي هي الاوامر المخطط الزراء والاوامر الصادرة والتغيرات ويطلع للتقارير الثانوية اللي هي تقارير الرقابة بالاستثناء وتقارير التخطيط وتقارير تقييم الأداء ويطلع للصفقات اللي احنا هنجيبها من المورد ونحطها في المخزن او من الورشة عندنا نصنعها ونحطها في المخزن وبعدين بقى يحصل ايه الفيدباك لانه اي نظام اي نظام لابد يحصل فيه فيدباك عشان زي ما قلت يعني زي ما قلنا نتيجة التقارير دي اللي بتطلع تقييم الأداء والاستثناء ولا والله احنا كان اخدناش في الاعتبار كذا وكذا فنبتدي نخدها مرة اخرى احنا بنعمل بنخطط مرة تانية ده نظام تخطيط الاحتياجات من المواتف ازاي يتم الحساب ازاي يتم التشغيل قبل ما نقول ازاي يتم التشغيل تعالى نشوف شكل الجدول الرئيسي او شكل جدول تخطيط الاحتياجات قاسم جدول تخطيط الاحتياجات وده من جدول يبقى فيه فترة زمنية زي وزي ايه زي الجدول الرئيسي يبقى اول فترة الاسبوع واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة وبعدين الوراها على طول اسمها اجمال الاحتياجات وراها اوامر تحت التوريد يعني ممكن نبقى بعتين ولسه ما وصلش وراها فيه المخزون المخطط اللي نوين ان احنا مخططين انه يكون موجود في الفترة دي لو قلت اجمال الاحتياجات في الفترة الثالثة مية وجاي في الطريق عشرين ها وجاي في الطريق عشرين حنستلمهم في الاسبوع اوه الارجمال الاحتياجات مية وجاي في الطريق عشرين حنستلمهم في الاسبوع الثالث وعندنا مخزون من الاسبوع اللي فات مثلا خمس خمس اه تلاتين يبقى عايزين مية حنستلم منهم عشرين في الاسبوع الثالث وعندنا في المخزن ثلاثين يبقى عندنا في المخزن ثلاثين وحنستلم عشرين يبقى خمسين المطلوب كام مية يبقى صافي الاحتياجات كام خمسين يبقى اجمال الاحتياجات هنشوف هنشوفها هنشوف مثال دلوقتي اوامر تحت التوريد المخزون المخطط صافي الاحتياجات اوامر مخطط استلمها اوامر مخطط استلمها فاكر هنا لما قولنا صافي الاحتياجات طب أنا قلت دلوقتي عايز خمسين اوه عايز خمسين هل أطلبForm 50 دفعة بدفعة حين قولنا بقى نظام الكمية بقى صافي الاحتياجات هطلوبهم دفعة بدفعة ولا ولا بطلبهم بنظام حجم الدفعة او كمية الطلب الثابتة او كمية الدورية اللي قلنا عليها فلو دفعة بدفعة يبقى صافي المخطط استلامه هو صافي الاحتياجات في نفس الفترة تاني لو احنا بنجيب دفعة بدفعة يبقى صافي الاحتاجات والمخطط استلامه في نفس الفترة لكن لو كان صافي الاحتاجات 50 لكن بيقول لا والله يوم احنا ما بنطلب بنطلب 80 يبقى صافي الاحتاجات 50 لكن هنطلب 80 ليه هنطلب 80 لو ما بقول لي كده بيقول لي لما تطلب اطلب 80 اقتصاديا لي ونبقى نشوفها في المعادرة اللي جاي رسال الله مخطط استلامه وبعدين في حاجة اسمها أوامر مخطط إصدارها أنا عايز أستلم هنا مثلا 80 وحدة زي ما قلت طبع عشان أنا عايز يسلموني في الأسبوع الثالث 80 وحدة عشان يسلموني في الأسبوع الثالث هم عشان يعملوها عندهم في الورشة عايز الله أسبوعين يبقى إذن عشان هم يسلموني في الأسبوع الثالث هياخدوا الأسبوع الثاني كله ولازم يبتدوا في الأسبوع الأول يبقى إذن يبتدوا نبعت لهم أمر يكون عندهم أمر يوصلهم عندهم بحيث يبتدوا يشتغلوا في الأسبوع الأول اسمها أوامر مخطط إصدارها عمل الجدول الرئيسي ازاي بنحسب عشان تحسب اجمال الاحتياجات اللي هو اول واحدة قالك شوف ما احنا فيه المنتج والابناء بتاعته تحتي وعلى فكرة انا نسيت اقول حاجة شجرة المواد اللي احنا تكلمنا عنها دي اللي هي بمقسمها الى عدة مستويات في المثال اللي كنا بنتكلم عنه في النظارة ده كانوا 3 مستويات لكن في الصناعة ممكن توصل الى 15 مستوى يعني في صناعة السيارات ممكن توصل تفكك 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 لغاية لما توصل في الاخر خالص للمادة الخام فممكن نوصل ل 15 مستوى لو هننتج طيارة يطلع لها مش عارف 100 مستوى ولا اكتر لو هنعمل مثلا صواريخ يبقى ايزا ممكن توصل لألف مستوى فعشان كده ما بتتعمل سيدوي عشان كده بتتعمل بالحاسب عشان كده بنقول تخطيط الاحتياجات من المواد هو نظام باستخدام الحاسب وعلى فكرة نظام تخطيط الاحتياجات من المواد ده قلنا ده مرتبط بالطلب المشتق والطلب المشتق متقطع ولذلك نظام تخطيط الاحتياجات مواد ما ننساش لأن ده موضوع اسئلة ده يطبق في حالة انتاج الدفع وحنتكلم في المرة اللي جاية عن انتاج الدفع طب المهم ازاي نملة البيانات بتاعتنا في جدوى لتخطيط الاحتياجات اول حاجة ده اللي هو اجمال الاحتياجات اجيبه منين اجمال الاحتياجات قال له في اول مستوى خده من الجدوى في اول مستوى ده اللي هو اسم المستواصف خده من الجدوى الرئيسي للانتاج اللي احنا تكلمنا عنه في المرة اللي فاكرة طب واللي بعديه المستوى اللي بعديه طب والمستوى التاني طب والمستوى قال له في اي مستوى اخر غير الاولاني غير المستواصف اجمال الاحتياجات احسبوا بالطريقة دي الاوامر المخطط اصدرها في المستوى الاعلى هنشوف الكلام ده همالية الاوامر المخطط اصدرها في المستوى الاعلى نائز في الأمر مخطط الظرع في المستوى الأعلى مضروبة في احتياج الوحدة يعني أفرض الأمر مخطط الظرع في المستوى الأعلى 20 عربية وأنا أتكلم عن الإطارات العربي الوعدة عايزة 5 إطارات يبقى مثلا 20 عربية في 5 إطارات يبقى عايزين 100 إطار يبقى عدمال الاحتياجات حمفر بأنحكتين في المستوى الصيفر هناخده من الجدول الرئيسي معطيات او يدهون لعمل الجدول في اي مستوى تاني ناخد المخطط اصداره في المستوى الاعلى اللي هو كانت في اخر خانة تحت نضربها في الكمية اللازمة للوحدة من قايمة المواد بعدها في ايه كان فيه بيقول لي احسب صافي الاحتياجات سحس اه بسه صافي الاحتياجات للفترة هو اجمال الاحتياجات للفترة اللي انت عايزه الاجمالي تشيل منه ناقص الكمية الكمية الاوامر تحت التوريد يعني لو في حاجة هتوصلك لسه حاجة هتوصلك بالطريق والمخزون يبقى اجمالي الاحتياجات تشيل منه اللي هتستلمه واللي في المخزن يديلك صافي الاحتياجات يبقى اجمالي الاحتياجات للفترة بتسوي الكمية تحت التوريد زاد المخزون المخطط يديني صافي الاحتياجات لو جيت حسبت كده اجمالي الاحتياجات افرض اجمالي الاحتياجات مية زي ما قلت والكمية تحت التوريد عشرين وعندي في المخزن خمسين يبقى عشرين وخمسين سبعين وانا عايز مية يبقى انا قصني تلاتين خلاص يبقى اصافي الاحتياجات هنا تلاتين لو قلت اجمالي الاحتياجات مية وانا عندي في المخزن تمانين في المخزن تمانين وحسلي ماربعين يبقى اطلع مية وعشرين لما يجي اطرح مية ناقص مية وعشرين يبقى هتطلع سالب يعني ايه سالب يعني معناها اللي موجود يزيد ويكفي وبالتالي ما احناش عايزين في هذه الحالة فعشان كده بقولك اذا كان صافي الاحتياجات طلع معك سالب ما تكتبش الرقم السالب زي ما عملنا في الجدول الرئيسي اكتب صفر ده صفر خطوة رقم ثلاثة احسب الاوامر المخطط اصدارها الاوامر المخطط اصدارها بقى عسبنا الصافي قالك شوف هي الاوامر المخطط استلامها هي الصافي بس يتوقف على اللي قال عليه قالك لو قالك التوريد دفعة بدفعة يبقى الاوامر المخطط استلامها هي صافي الاحتياجات هي صافي الاحتياجات ده لو قال دفعة بدفعة لا ما قالش إنما قال لك مثلا نظام كمية الطلب الثبتة أو نظام الدفعة الاقتصادية إذا كان هناك نظام آخر نظام كمية الطلب الثبتة أو نظام الكمية الاقتصادية أو نظام مش عارف التوريد الدوري ده اسمه نظام آخر إذا كان هناك نظام آخر لحجم الدفعة اتقارن اتقارن صافي الاحتياجات اللي طلعت معاك في الخانة اللي فوق مع حجم الدفعة اللي هو أيا لك عليها وتاخد الكبير فيهم و تأخذ أكبر هما لو كان صافي الاحتياجات صفر يبقى خطة السلام هتبقى صفر بعد كده تحسب الأول مخطط إصدارها انت ناوي تستلم كذا في الأسبوع الثالث أو الأسبوع الرابع أو الخامس طب لما تبعد للمورد أو تبعد للمورشة بتأخذ قدية عشان توصلك تأخذ مثلا أربع أسابيع و أنا عايز الكمية دي في الأسبوع السادس يبقى الكمية السادس و علشان لما هم يصنعوها و يجمعوها و يبعتوها تأخذ أربع أسابيع و أنا عايز استلمها في السادس يبقى ستة ناس أربعة يبقى إذن لازم الأمر يطلع و يوصل عندهم في الأسبوع الثاني عشان هم يبتدوا يشتغل فالأوامر المخطط إصدارها هي نفسها الأوامر المخطط إصدارها يعني إيه هي نفسها يعني هي نفس الكمية و ما لإيه الفرق؟ الفرق أن الأوامر المخطط إصدارها لها مكتوبة في خانة والأوامر المخطط إصدارها مكتوبة في خانة أخرى زي ما هنشوفه في المثال دلوقتي أهو و ذلك في تاريخ يساوي تاريخ الأوامر المخطط إصدارها ناقص فترة التوريد أو الإنتاج الحاجة اللي هي الخانة الأخيرة بنحسب المخزون المخطط للفترة المخزون المخطط للفترة اللي هو كان ترتيبه في الصف الثالث المخزون المخطط للفترة هو عبارة عن الاوامر اللي تحت التوريد واللي في المخزن واللي حنستلمه الاوامر المخطط استلمها التلات حاجات دول نجمعهم نطرح منهم اجمال الاحتياجات لان ده اللي حستلمه واللي في المخزن واللي جاي في السكة ده حيبقى المتاح عندي طب انت عايز كام قد انت هو عايزه والله لو ده مجموعة دول اكبر من ده يبقى فيه مخزون مجموعة دول اصغر من ده طبعا عمره ما حيطلع اصغر لان احنا هنا بنخطط عشان نتلافى ذلك يبقى اذا اما حيطلع اكبر اما حيطلع صفر ده اللي هو ازاي بنحسب بياناتنا في الجدول الرئيسي في الجدول تخطيط الاحتياجات من الموت ناخد مثال هناخد مثال عن النضارة ولذلك لما نيجي ناخد مثال عن النضارة ممكن يدي لك المسألة كلامية او ممكن يدي لك شجرة المواد لو ادي لك المسألة كلامية تروح انت ترسم شجرة المواد زي المثال اللي هو موجود في الكتاب في صفحة المثال اللي موجود في الكتاب في صفحة انه هو تكلمة عام النضارة الشمسية بيقول اذا مثال رقم واحد صفحة 345 6045 اذا علمت ان جدول الانتاج بحنا عايزين قلنا 3 حاجات عايزين الجدول الرئيسي للانتاج عايزين قايمة المواد ممكن يدي لك القيمة وممكن انت تعمل القيمة ممكن اديها 저كو ممكن انت تعملها عشان تعمل مدلكش القيمة ممكن تستغنع عنها وتعمل شجرة المواد انت اللي هتعمل شجرة المواد ودي سهلة فهو بيقول الجدول الرئيسي للمبضارة الشمسية لفترة السبع أسابيع مقبلة عايز 1600 في الأسبوع الرابع يعني هو عنده فترة التخطيط سبع أسابيع نزل عنده في الجدول الرئيسي عايز في الأسبوع الرابع 1600 هو عشان يجمع الدفعة بتاعة المضارة دية يجمع الدراع مع الشمبر مع العدسات والدراعات مع الوجه عملية التجميع دية بتاخد لها أسبوعين الإطار اللي هو الشمبر بينتجه داخل الشركة وفترة التصنيع للدفعة الواحدة أسبوع لكن العدسة بيشتريها من بره وفترة التوريد أسبوعين بيقول عدسة بس يعني عايز المستوى صفر والمستوى واحد ومتدي لك معلومة مهمة جدا بيقول إنه الشركة قررت أن يكون حجم الدفعة يصابي صافي لإحتياجات فأنت بتروح ترسم وانتج الرئيسي النظارة النظارة ده المستوى صفر مكون من إيه هو عايز مستوين بس مكونة من العدسة ومن الإطار مكونة من الشمبر والنظارة الواحدة عايزة شمبر واحد مكونة من العدسة والعدسة والنظارة الواحدة عايزة عدستين فرسمنا الشجرة وبعد كده حنبتدي نعمل الجدول تخطيط الاحتياجات من المواد النظارة ها وبعدين قادي مالي الاحتياجات وقادي أوامر تحت التوريد ده بشكل الجدول حفظناه وبعدين المخزون وبعدين صافي الاحتياجات وبعدين أوامر مخطط استلامها أوامر مخطط إصدارها هنكرر نفس الحكاية دي النظارة هنكررها للعدسة نفسك الكلام اجمال الاحتياجات أوامر تحت التوريد المخزون صافي الاحتياجات أوامر مخطط استلامها 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 دي غلط أوامر مخطط استلامها أوامر مخطط إصدارها مبدلين غلط أوامر مخطط إصدارها مخطط إصدارها دي تحت معلش متأسف ومش هنقدم لصلاحها دلوقتي هنبتدي بقى وبعدين نفس الكلام هنعمله مع الاطار بعد شوية يعني المفروض بس عشان هي مش مكفية عندي الاطار هيبقى هنا تحتيها يعني النضارة العدسة الاطار بس عشان مش هتكفي عندي فانح هنكمل في السلايد اللي جاية فهنبتدي بقى اقول لك اول ما تبتدي النضارة دي المستوى الصف بقول لك اول ما تبدأ ابدأ بالمنتج الرئيسي ابدأ بالمستوى الصف ابدأ اسجل اجمال الاحتياجات اسجلها منين فاكرين 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 اه فاكرين اه الاجمال الاحتياجات في المستوى الصف في المستوى الاول نجيبه منين نجيبه من الجدول الرئيسي طب الجدول الرئيسي هو بيقول ايه بقول اذا تضمن الجدول الرئيسي في الاسبوع الرابع يبقى هنسجل في الاسبوع الرابع عايزين كم عايزين كام سجل في الأسبوع الرابع عايز تستلم عايز تستلم زي ما قلنا هناك في الجدول الرئيسي انتك عايز تستلم كام واحدة في بداية الأسبوع الرابع عايز استلم هو حط المخزون اللي عندي عايز استلم 1600 فإذا ان 1600 دي هو مدهالي أو انت في الحياة العملية بتاخدها من الجدول الرئيسي للانتاج تحطها في المنتج الرئيسي تحطها في المستوى صفر المخزون اللي هو اللي حدهولي المخزون اللي هو اللي كان فى مخزون اللي كان موجود مennهاية الفترة السابقة عشان كده هو كان بيقول له إنه في المخزن 500 مدارة 500 مدارة الليigue PU تبنمونهمش هنا كتبنهم في الفترة اللي قبليها لأنهم ممثلا ب willst من الفترة اللي فاتل فأحس ti Architect Dan هل في اوامر تحت التوريد؟ لأ مافيش اوامر تحت التوريد نحسب حسابتنا ثاني إجمال الاحتياجات اللي هي 1600 هناخدها من الجادولايس ونسجلها في الاسبوع اللي بقول عليه لو عندك مخزون المخزون يتكتب دايما في الخان اللي قبل الخان اللي بتسجل عليها لأن ده مخزون من نهاية الفترة السابقة وتبتدي تحسب احتياجاتك احتياجاتك صافي الاحتياجات نحسبها ازاي فاكرين 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 الخطوة التانية إجمال الاحتياجات نقص الاوامر تحت التوريد زائد المخزون اوامر تحت التوريد هنا صفر والمخزون 500 يبقى صفر زائد 500 يبقى 1600 نقص 500 يبقى اذا هنا صافي الاحتياجات 1100 او تاني 1600 نقص صفر هنا زائد 500 يبقى 500 يبقى 1600 نقص 500 يبقى اللي نقصني 1100 نضارة عايزي انا عندي عايزي الورشة اللي بتجمع المضارات تتسلمني في بداية الأسبوع الرابع 1200 مضارة هروح بقى اكتب هنا مخطط استلامها هجيب 1200 مضارة ولا هجيب اكتر ولا هجيب 1000 نشوف النظام اللي مشى قال حجم الدفعة يصافي صافي الاحتياجات يعني بنورد دفعة بدفعة مدام قال بنورد دفعة بدفعة يبقى صافي الاحتياجات يسوي المخطط استلام يبقى اذا الورشة لازم تعمل حساب مخطط استلامه. احنا لنا قسمها هما الف ومية. هو اصلا ايه? عايز يستلم الف وسبتمية. موجود منهم في المخازن الخمسمية. يبقى انا قسمي الف ومية. يبقى لازم الورشة تسلمني الف ومية في بداية الاسبوع الرابع. عشان الورشة تسلمني الف ومية في الاسبوع الرابع. هي ما عندهاش جاهز. ده هي بتشبك العدسات في الدراعات او في الاطار في الشمبر عشان يقعد يعملهم. هو الف ومية دول بقولك والله هو عشان يقعد يشبكهم في بعض او يجمعهم مع بعض. بقولك تستغرق فترة التجميع اسبوعين. احنا عايزين يسلمهم لي في بداية الاسبوع الرابع. طيب. يبقى ايزا هياخد التالت والتاني يبقى يبتدي الاسبوع الرابع. ناقص اسبوعين. اسبوعين دي اللي هي ايه. اللي هي فترة التجميع او فترة التوريد. يبقى ايزا هيطلع الفرق في هذه الحالة اتنين. اربعة ناقص اسبوعين. يبقى في الاسبوع التاني الف ومية. فالكلام اللي احنا قلناه. المخطط استلامه هو المخطط اصداره. اما الاختلف ايه اختلف في الفترة. الفترة اللي بدكت فيها المخطط اصداره هي فترة اللي هي فترة المخطط استلامه ناقص فترة التوريد فترة التوريد او التجميع اللي هو قال عليها واحد يقول لي طب ما هي صافي الاحتاجات يا المخاطص اه لانه هو قال كده التوريد دفع بدفع لكن لا واقال لك والله لو حجم الدفع الانتاجية مثلا مثلا الف وربعمية صافي الاحتاجات الف ومية لكن هنا عكتب الف وربعمية لانه هو قال فاللي بيقوله احنا بنكتبه خلص ما المستوى الصرف نروح بعد كده بقى ايه ليه العدسة يبقى احنا عايزين بتوع العدسة وبتوع الاطار وبتوع الاطار يسلمونا الاحتياجات بتاعتنا اللي هي لازمة لانتاج الف ومية نظارة انت بعت للورشة في الاسبوع رقم اتنين انك انت عايز عايز يبتدوا يشتغلوا يجمعوا الف ومية نظارة فيبتدوا بتوعوا عدسات يبتدوا يدبروا احتياجاتهم يقول لك ده احنا والله لازم لازم نعمل حسابنا ان احنا نوفر لهم العدسة التالية دي بنجيبها من برا العدسات دي بنجيبها من برا فاحنا لازم يبقى عندنا عندنا عايزين امتى عايزين هنا عايزين هم هنا مخطط اصداره الف ومية فنبتدي في اجمال الاحتياجات طب اجمال الاحتياجات اكتبها كام هنا اه فاكرين ان لك اجمال الاحتياجات في اي مستوى اخر ارجع كده ارجع للكتاب ارجع للكتاب صفحة ارجع للكتاب صفحة اه تلتمية اربعة واربعين اجمال الاحتياجات في اي مستوى اخر افتح معي الكتاب هي الاوامر المخطط اصدارها في المستوى الاعلى الاعلى او اهو الاعلى اهو اهو الاعلى الاعلى اهو في قيمة الف ومية مضروبة في الكمية اللازمة للوحدة طب والكمية اللازمة للوحدة دي نجيبها من نين يا اما تجيبها من قيمة المواري اما تجيبها من الشجرة طب في الشجرة العدسة النضارة كانت عايزة كم عدسة عايزة اتنين يبقى الف ومية نضربها آسف احنا ننسينا نحسب احنا نحسب نرجع للنقطة دي بعد شوية. الـ 1100 نضربها في الـ 2 نضربها في الـ 2 يبقى 1200 الـ 2 دي اللي هي النضارة الواحدة عايزة عدستين والـ 1100 دي المخطط إصداره يبقى 1100 نضربهم في 2 يبقى عايزين 1200. موجود في المخزن 2250. موجود في المخزن 250. طبعا ما فيش قوامر تحت التوريد ما فيش قوامر تحت التوريد أرجع تاني للنقطة الصفر ده اللي احنا لما كتبناه طلعت. فبيقولك بعد ما تحسب المخطط إصداره وخلصت كده تروح تحسب المخزون المتبقي. المخزون المتبقي. أحسبه ازاي وهي الخطوة 5. أرجع صفحة مكين صفحة 345 الخطوة 5. قالك ايه قالك الاوامر تحت التوريد صفر زائد المخزون 500. يبقى صفر و 500 500 زائد المخطط استلام 1100. 500 و 1100 ب 1600. ناص اجمال الاحتياجات. يبقى ايزا ال 500 مع ال 1100 و 1600 هما قد الاحتياجات. يبقى ما تبقاش حاجة. يبقى ما فيش مخزون صفر. ده اللي هي دخلنا رقم دي. رجعنا بعد كده عشان نعمل اجمال الاحتياجات وطلعت معنا دي ال 1250 دايما قلنا ال 1250 ده موجودة عندنا في المخزن. هو آي كده في الكتاب. صفحة صفحة 345. قال لنا العدسة موجود منها 1250. والمدام موجودة يتكتب في الخانة اللي احنا بنملاها. طب ال 1220 دي ليه كتبناها هنا؟ القاعدة زي ما قلت صفحة 344. بيقولك اجمال الاحتياجات في اي مستوى اخر غير المستوى صف. هو المخطط اصدارها. المخطط اصدارها في نفس الفترة. مش هنا. مش في اربعة. في نفس الفترة اللي ظهر فيها المخطط اصدارها. 1100. تضربها في احتياج الوحدة من قيمة المواد او من من شجرة المواد. الوحدة عايزة 2. يبقى 1200. مفيش اوامر تحت التوريد. يبقى عايزين 1200. طيب اصافي الاحتياجات كان. اصافي الاحتياجات 1200 ناقص. اوامر تحت التوريد صفر. و 1250. يبقى يطلع 1250. 1200 ناقص 1250 او بالممطق كده. احنا عايزين 1200. موجود 1250. هل احنا عايزين؟ لا مش عايزين. لكن رياضيا 1200 ناقص 1250. هيطلع بالسالب. هيطلع سالب 50. سالب 50 قلت لك أنا لما تطلع معك سالب يبقى صافي الاحتياجات صفر. مدام صافي الاحتياجات صفر. مدام صافي الاحتياجات صفر. يبقى المخطط استلامه المخطط استلامه هي المفروض دي مخطط استلامه. هتبقى صفر وهيبقى المخطط دي المخطط اصداره. هايبقى المخطط اصداره صفر. عايز تكتبه تكتبه مش عايز تكتبه انتهى. ده بالنسبة للعدسة. هنكرر نفس الكلام للابن التاني. اللي هو الشامبر او الاطار. فادي الجدولة اهو. هنعملها المرادي للاطار. وكننا عنهم تحت بعض لكن معمولة في الكتاب تحت بعض. لكن هنا والصفحة مكفيتش. فعملناها بهذا الشكل. فبرضو احنا دي البيانات اللي كانت موجودة في ما يتعلق بالنضارة. المفروض تكتبه تحت بعض. فده اللي احنا عملناها في المرة اللي فاتت. هنروح بقى للاطار. هايزين اجمال الاحتياجات. نمشي للقعدة اللي هي موجودة. صفحة تلتمية خمسة ورقة تلتمية تلتمية آآ القعدة. صفحة تلتمية اربعة واربعين. في الخطوة رقم واحد. اجمال الاحتياجات في اي مستوى اخر. هي الاوامر المخطط اصدارها في المستوى الاعلى اللي هي الف ومية. الف ومية. نضربها في الف ومية نضربها في احتياج الوحدة. طيب هو النضارة عايزة كم ط excluded اطار واء النضارة عايزة أطار واحد. عايزة كم شمبر؟ عازة شمبر سيبط اولمية. هنضربهم في واحد هيطلع الف مية في عندك مخزون لا ما فيش عندي مخزون يعني المخزون هيبقى صفر طب في عندك اوامر تحت التوريد لا ما فيش اوامر تحت التوريد اذا لا في اوامر تحت التوريد ولا في مخزون يبقى الف مية ناقل صفر ناقل صفر هيطلع الف مية يبقى صافي الاحتياجات الف مية الف مية ده صافي الاحتياجات المخطط إصداره المخطط إصداره كام قال لك والله يشوف انت ماشي ازاي دفعة بدفعة ولا ماشي بي نظام آخر لا ماشي دفعة بدفعة يبقى صافي الاحتياجات هتساوي المخطط استلامه صح كده صافي الاحتياجات هتساوي المخطط استلامه 1100 1100 1100 دول أنا عايز أسلمني 1100 في بداية الأسبوع الثاني عشان يسلمني 1100 في بداية الأسبوع الثاني الورش عندنا بتاخد أسبوع لما تقعد تصمعلي الشمبر يبقى إذن إحنا عايزين نستلمهم في الأسبوع الثاني ناقص أسبوع يبقى إذن يتحطوا في الأسبوع الأول هي مكتوبة في الكتاب غلط يعني هي مكتوب آمر مخطط استلامه في الأسبوع الأول 1100 والأسبوع الثاني 1100 لا هي الألف ومية اللي في العامود الأولاني دي اللي في الكتاب تنزل قدام الأوامر المخطط اصدرها. ده فيما يتعلق بازاي نعمل الجدول تخطيط الاحتياجات من المواد. بنرجع نحسب بعد كده. احنا ننسينا دايما بننسى الخطوة دي. بنرجع بعد ما بنخلص الاوامر وخط اصدرها بنرجع نحسب المخزون. المخزون هو عبارة عن ايه? المخزون هو عبارة عن الاوامر تحت التوريد. زائد المخزون السابق. زائد المخطط استلامه. مخزون اوامر سلامه الف ومية. يبقى ازا لمجموعة هو الف ومية. ناقص اجمال الاحتياجات الف ومية. هيطلع المخزون صفر. فده ازاي بنعمل تخطيط الاحتياجات من المواد. هتذكروها. وبعدين نتنقل بعد كده للتخطيط التفصيلي للطاقة. ناخد بريك وبعدين. التخطيط التفصيلي للطاقة. كبسة ركوارمنت بلاننج. ناخد الحرف الاول من كبسة سي. الحرف الاول من من ركوارمنت سار. الحرف الاول من بلاننج بي. ونقول عليها سي ار بي. اللي فات كان ام ار بي. ده سي ار بي. ونقوم مرة تانية انه كل مستوى من مستويات تخطيط الانتاج يرتبط به مستوى من مستويات تخطيط الطاقة. وكان مستويات تخطيط الانتاج التخطيط الكلي اللي انا مل من التكرار. كانت ولا رئيسية للانتاج. تخطيط الاحتياجات من المواد. كانت ولا تفصيلي للانتاج. يقابل كل مستوى من مستويات تخطيط الانتاج يقابل مستوى من مستويات تخطيط الطاقة. قلنا انه تخطيط الكل الانتاج يقابله تخطيط الكل للطاقة والسهم رايح جيد. جدولة رئيسية يقابلها تخطيط التجريب للطاقة. تخطيط الاحتياجات من المواد يقابلها تخطيط التفصيل للطاقة. جدولة التفصيلية للانتاج يقابلها رقابة الطاقة في الأجهة القصيرة أو رقابة المدخلات والمخرجات وإحنا هنتكلم دلوقتي عن التخطيط التفصيلي للطاقة بعد ما تكلمنا عن تخطيط الاحتياجات من المواد التخطيط التفصيلي للطاقة يعني إيه هو التخطيط التفصيلي للطاقة وبرضه نظام ونظام لمدخلاته وإيه مدخلاته وعادين مخرجاته إيه وخطوات التخطيط التفصيلي للطاقة لما بنجي نتكلم عن التخطيط التفصيل للطاقة هناك كان اسم التخطيط التجريب للطاقة مع الجدول الرئيسي للإنتاج هناك كنا بنقارن الكميات النازلة بالجدول الرئيسي للإنتاج مع بيانات الطاقة ونعمل تعديل إذا كانت أكتر أو نعتمد إذا كانت مساوية هنا في التخطيط التفصيل للطاقة برضو بنقارن بنقارن إيه بنقارن الأوامر الصادرة الصادر أوامر بتنفيذها عايز أديه من الطاقة مضافا إليها الأوامر المخططة عايز أديه من الطاقة مجموعة لتنين دول هياخدوا طاقة قد إيه يبقى بنقارن احتياجات الأوامر الصادرة وراء مخططة الطاقة إصدارها مع طاقة المراكز الإنتاجية يعني الشغل ده هنقدر نعمله وطاقة ما تكفي ولا ما تكفيش فلو تكفي خلاص نعتمد الأوامر الصادرة والأوامر المخططة الظاهرة ما تكفيش يبقى حنبتدي بقى نعدل في هذه الأوامر أو نتصرف في الطاقة ولذلك الهدف من التخطيط التفصيل للطاقة أتأكد من وجود طاقة كافية لتنفيذ ما تضمنته خطة الاحتياجات المواد لازم الطاقة تكفي ما تضمنته خطة الاحتياجات من المواد ولذلك احنا عشان نعمل تخطيط الاحتياجات من الطاقة عايزين ثلاث مدخلات عايزين ايه؟ عايزين الأوامر الصادرة والأوامر المخطط الظاهرة اللي اخدناها من جدول تخطيط الاحتياجات من المواد الأوامر الصادرة اللي كانت في الصف رقم 2 والأوامر المخطط الظاهرة اللي كانت في آخر حاجة في جدول تخطيط الاحتياجات من المواد ودي بنجيبها منين؟ بناخدها من نظام تخطيط الاحتياجات من المواد وعايزين كمان معلومات عن التحميل ايه التحميل؟ التحميل الشغل اللي عندنا الأعباء اللي عندنا حجم العمل اللي عندنا العبء اللي عندنا الطلبيات اللي عندنا العباء اللي عندنا العمال اللي عندنا بنسميها أحمال أو بنسميها تحميل ودي بنجيبها منين؟ عندنا فايل أو عندنا ملف اسمه ملف حالة مركز العمل يعني إحنا عندنا شغل قد إيه؟ الملف ده أو السجل ده فيه بيانات عن حجم العمل اللي عندنا فهو اللي يدينا معلومات عن حجم اللي عمل اللي عندنا وعايزين معلومات عن طريقة الصنع يعني المنتج أو الجزء حيتصنع إزاي؟ حيتصنع إزاي المراحل اللي حيمر بيها سواء كان بالتتابع زي ما قلنا أو نسميها خط السير حيمر على إيه علشان إيه الأقسام أو العمليات اللي بيمر عليها علشان ينتج وده نجيبه منين؟ ده حناخده من حاجة عندنا اسمها بطاقة العمليات أو ملف سير الإنتاج وبطاقة العمليات أو ملف سير الإنتاج كل منتج بيصنع داخل الشركة كل منتج بيصنع داخل الشركة بتبقى البطاقة البطاقة دي بيقول فيها مواصفات المنتج وإيه مواصفات العمل اللي حيشغلها والعمل اللي حيشغلها في زمن قد إيه وإيه المكان اللي حتمر عليها يعني إيه المكان اللي حتشغله اللي حيتشغل عليها الجزء أو المنتج ده هياخد عندها زمن قد إيه وإيه التولز أو العدد أو الأدوات اللي لازمه عشان نقدر نصنع وعايز قد إيه مواد خام كل ده بيظهر في حاجة اسمها بطاقة العمليات وأذكر مرة من المرات رحنا نعمل استشارة في أحد المصانعنا في مصر وطلبنا إن إحنا نتعرف على بطاقة العمليات بقى شكل البطاقة العمليات بالشكل ده هذه اسم الجزء ورقمه والمادة المستخدمة والبطاقة دي واخدها رقم وممكن الحاجة دي الحنعمل حننتجها معمول لها رسومات زي ما قلنا في لازورو دي بيعمل رسومات للحاجات اللي هو بينتجها في ناس مهمته ويرسمه في ناس يخذوا الرسم ده وبصوا فو ينفذوه وبعدين الرسم ده طالع بأي تاريخ دي البيانات اللي بتقوها بطاقة العمليات وهينا بقى العملية هتمروا على العملية رقم كذا والعملية رقم كذا والعملية رقم كذا فبيكتب رقم العملية ويوصف العملية يقول لك مثلا هنقطع هنجمع هنلحم هنثقب هنعمل عملية تجليخ هنعمل عملية برادة الى اخر فيقول ايه هي العملية اللي هتتعمل ومين المكنة هتعملها لانه المكنة يختلف من حيث كفاة ومن حيث سرعته ومن حيث دقةه والمكنة دي لما نيجي نشغل عليها الجزء ده ما بنحطش المادة الخام في المكنة تطلع السلعة لا ده احنا بالاول بنزبط المكنة عشان على المقييس اللي هي اللي هي عايزينها لانتاج المنتج على المقييس اللي احنا عايزينها لانتاج المنتج فيعني مثلا في صناعة السيارات يكون عشان ننتج الاكصدام بتاع العربية واقع الصدمات فكانوا يعود يزبطوا في المكبس يعود يزبطوا في المكبس 24 ساعة عشان يبدأ الانتاج فالوقت ده بيساسمه وقت الاعداد يؤكل العملية لها وقت اعداد بعد ما بنعد المكنة بتريد تشتغل وقت التشغيل هتاخد قدية وقت التشغيل وبعدين التولز او الادوات اللي احنا عايزينها والعامل مهارته ايه اللي حيشغلها والقسم اللي هي هتمر عليه ده اللي هو شكل بطاقة العمليات المهم الخلاصة ان احنا عشان نعمل تخطيط عشان نعمل تخطيط الاحتياجات من الطاقة عايزين الاوامر المخطط التصدارة والاوامر الصادرة ودي بناخدها من تخطيط الاحتياجات من المواد عايزين موقف التحميل وده هناخده من حالة مركز العمل عايزين خط سير المنتج او خط سير العمليات او طريقة الصنع ودي هناخدها من بطاقة العمليات زي ما هي واضح قدامنا بناخد التلاتياجات دول وبنبتدي نحسب نعمل حساباتنا ونشوف الجزء ده حياخد قدية من الوقت حياخد قدية من الوقت حياخد قدية من الوقت نضيفه على الاحمال اللي عندنا اللي جاء العمال اللي عندنا يديني مجموع الوقت المطلوب نقارن مجموع الوقت المطلوب ده مع طاقة المركز هلتكفي تكفي بقى خلاص ماعتمد ما تكفيش طب نعمل بقى لازم خلاص مع الجدول نزل واعتمدنا الجدول الرئيسي للإنتاج نعمل ايه؟ ولازم تتصرف تزود للطاقة يزود للطاقة ازاي؟ يام يشغل إضافي يام يشغل من الباطل يام يزود ساعات عمل إلى آخر وعشان كده هناخد مثال نعمل فيه الحكاية دي هناخد المثال اللي موجود في صفحة في صفحة تلتمية ثلاثة وسبعين بيقول أظهره هو مكتوب في الكتاب أظهر الجدول الرئيسي للإنتاج لا هو مش أظهر الجدول الرئيسي للإنتاج هو أظهر نظام تخطيط الاحتياجات من المواد أظهر نظام تخطيط الاحتياجات من المواد أن الأوامر المخطط لإصدارها أظهر نظام تخطيط الاحتياجات من المواد أن الأوامر المخطط لإصدارها أن الأوامر المخطط لإصدارها للجزء ألف في الأسبوع الخامس ثلاثمائة واحدة كميل والجزء ألف ده هننفزه في مركز زي ما شفناه بطاقة العمليات هننفزه في مركز العمل الرابع مركز العمل الرابع ده طاقة الأسبوعية متين ساعة هنقدرش يشتغل أكثر من كده ولما رجعنا ملف سير الإنتاج اللي هي بطاقة العمليات بمركز العمل لقينا أنه المنتج ده عايز ثلاث عمليات عايز عملية اسمها تقطيع وعملية اسمها ثاني وعملية اسمها تركيب في قسم التقطيع مكنة التقطيع ده لما بنعدها عشان ننتج الجزء ده هتاخد 18 دي الثاني لما نعدها بتاخد 24 دي الإعداد مش التشغيل مش التركيب ما بتحتاجش إعداد ده مجرد بس الإنساء وبعدين وقت التشغيل بعد ما نعد المكنة بتتدي تشتافل فوق التشغيل الوحدة بالدقيقة زي ما هو مبين قدامكم مبين قدامكم سوف نقوم بكم ومبين قدامكم مثلاً سوف نقوم بكم العماء اللي عندنا المحملين بها من قبل كده دي قلنا نجيبها منين من ملف حالة العمل فهو بيقول له هو بمراجعة ملف حالة العمل للمركز تبين ان مجموع الاوامر المحملة على المركز في الاسبوع الخامس كان 178.8 ساعة يعني احنا عندنا شغل من قبل كده متفقين عليه ب 178.8 ساعة وجات لنا الطلبية دي اللي هي الخاصة بالجزء الف ده هل الطاقة هتكفي ولا مش هتكفي الطاقة زي ما احنا قلنا لازم نعمل تجانس للبيانات الطاقة محسوبة بالساعات ومنحسن الحظ هنا انه الطلبية دي اللي عندنا الطلبية دي اللي جاي الجزء الف مديني بياناتها بالدقيقة فنروح نحول الدقايق دي الساعات عشان تبقى متناسبة مع طاقة المركز يبقى كل الشغل ساعات فنروح اول خطوة نعملها نحول الامر ده الامر الالف ده نحوله الى احمال نحوله الى الدعباء يعني نشوفها نشوف ده عايز ادي باختصار كده نشوف ده عايز ادي وقت بحساب وقت انتاج الامر بالمركز فاكرين وقت الانتاج اللي تكلمنا عنه في المرة اللي خاتف اللي هو مجموع الوقت المستغرق في الحصول على المدخلات واجراء عمليات التحول والتسليم للمنتج او الشراء والصنع والتجميع والتسليم الاخر زي ما احنا قلنا هناك فاحنا هنبتدي نحسب بيقولك والله احنا بنعد وبعدين بنشغل نعد ونشغل مجموع الى اتنين دول الاعداد مع التشغيل يديني وقت الانتاج فاحنا اهو عشان نحول فحنحسب وقت الانتاج ووقت الانتاج اللي هو الكمية او حجم الدفعة في وقت التشغيل لان وقت التشغيل ده محسوب للوحدة لكن وقت الاعداد ده للكل للدفعة كلها للطلبية كلها ثاني نروح محولين احتياجات الكمية دي الى وقت انتاج لانه مجالي بالزمن هنحولها الى وقت بالساعات فبنحسب وقت الانتاج وقت الانتاج بيسوي حجم الدفعة في وقت التشغيل لانه وقت التشغيل يقطع للوحدة الواحدة نضربه في عدد الوحدات يديني وقت التشغيل الاجمالي نضيفه على وقت الاعداد لانه وقت الاعداد ده كلي يعني في المثال اللي معانا اهو ادي رقم العملية الى الف تقطيع الكمية اللي عايزين ننتجها اللي هي اه تلتمية وحدة وحتاخد الوحدة بتاخد تشغيل نص دقيقة فنروح ضربين التلتمية في نص دقيقة يطلع مية وخمسين دقيقة عايزين نحولهم لساعات تلتمية في نص دقيقة يطلع مية وخمسة ومتين دقيقة احنا عايزين نحولها على ساعات علشان نقارن الساعات دي مع ساعات الطاقة فهنقسم على ستين حيطلع مية وخمسين على ستين يعني ساعتين ونص وبعدين احنا عندنا وقت الاعداد 18 دقيقة للكمية كلها حنحولها لساعات فبنقسم على ستين لان الساعة فيها ستين دقيقة فهيطلع ثلاثة من وعشر يبقى حتاخد اثنين ونص تشغيله حتاخد ثلاثة من وعشر ساعة اعداد يبقى وقت الانتاج 22 و 8 من وعشر هعمل نفس الكلام في الثاني هي هي نفس الكمية 300 بس وقت الثاني 4 من 10 هيطلع 120 هنقسمها على ستين عشان تطلع ساعات حتطلع ساعتين وبعدين الاعداد 24 دي هنقسمها على ستين عشان تطلع ساعات يبقى 4 من 10 نجمعهم 2 زائد 4 من 10 هيطلع 2 من 10 4 من 10 تركيب 300 في 2 من 10 هيطلع 60 دي على ستين عشان تطلع بالساعات هيبقى ساعة ما فيش اعداد يبقى ساعة نجمع ده فلما نجمع ده 2 و 8 و 2 و 4 يبقى 5 و 2 و 1 يبقى 6 و 2 يبقى الطلبية دي هتاخد 6 ساعات و 2 فإحنا عندنا شغل كام نعمل ايه نضيف الوقت اللي حسبنا ده إجمال الوقت نحسب إجمال الوقت المحمل على المركز في الأسبوع في الأسبوع الخامس اللي هو عبارة عن ايه اللي هو عبارة عن الشغل المحمل من قبل كده 178.18 زائد اللي احنا حسبنا ده الوقت لأن عندنا شغل 178.18 هنحمل عليهم 6 و 2 من 10 يطلع 185 ساعة نروح لقارنهم بالطاقة لما نقارنهم بالطاقة عشان نشوف الطاقة كافية ولا لا طب الطاقة كام 200 احنا عندنا كام احنا عندنا 185 يبقى الطاقة تكافي يبقى اعتمد ونفذ ولما تعتمد واتنفذ يبقى يدخل الأمر في الجزء السابت من الجادول الرئيسي وندي الأمر بتوفير المواد هو هنا Goku ثانيا بقى مال الوقت المحمّع على المركز اللي يطلع ده اسمه تقرير الأحمال المتوقعة تقرير الأحمال المتوقعة يعني لما نجمع المحمّد والجديد اسمه تقرير الأحمال المتوقعة ده اسمه تحميل غير محدود يعني اصلاح نحن عندنا في حاجة اسمها تحميل محدود وتحميل غير محدود التحميل المحدود ان انا بدي للمركز او للمكنة او للقسم شغل على قد طقته انما التحميل غير المحدود بتنلقى اوامر او بنتلقى طلبيات بغض النظر عن ما بصناش المكنة تستحمل ولا ما تستحملش القسم يقدر ولا ما يقدرش ما بصناش في النقطة دي فطالما ما بصناش في النقطة دي اسمه تحميل غير محدود ده اللي هو احنا حسبنا بهذا الشكل وقولنا الطاقة كافية اخد مثال تاني المثال اللي هو موجود المثال رقم اثنين صفحة صفحة 374 بيقول كان تقرير الاحمال المتوقعة كما يلي ومديني بيانات التاريخ والمصنع رقم كذا والقسم رقم كذا والطاقة بتاعت القسم 320 ساعة في الشهر اقول والله ادي في الفترة في الاسبوع من 19 هو السنة بيبقى عم نقسمها الى فترات تخطيطية زي ما شرحنا اكثر من مرة فبيقول لي في الاسبوع من 19 الاسبوع 22 احنا عندنا شغل مخطط ساعات العمل امر مخطط تصدرى 90 ساعة وفي الاسبوع من 23 وعشرين لستة وعشرين مية ستة وخمسين ساعة من سبعة وعشرين لتلاتين تلتمائة تلتمائة تسا واربعين ساعة من واحد وتلاتين لاربعة وتلاتين متين وعشر ساعات وهكذا ده اللي صادر اللي خلاص طلع بها امر واحنا نويين نبعث نويين نبعث في التواريخ دي اللي هي في التواريخ دي اللي قدامنا نويين نبعث في التواريخ اللي قدامنا الاوامر دي اهو ساعات عمل مخطط ساعات عمل مخطط اصدارها اسف ده ساعات عمل مخطط اصدارها وده ساعات العمل الصادر وبيسأل لو ادينا لك التقرير ده تقدر تقول لنا انه هتحصل مشكلات ولا لا يعني ايه هتحصل مشكلات يعني هنقدر ننفذ الكلام ده ولا هيبقى الطاقة اكتر او اقل من اللازم او اكتر من اللازم يبقى لازم نتصرف اقل من اللازم لازم نتصرف فحنا نروح نعمل ايه نروح مجمعين ساعات العمل الامر المخطط اصدار ماذا ساعات العمل الصادرة يديني الاجمال نقارنها بين نقارنها بطاقة المركز كم طاقة المركز 720 فانا لما اجي جمع 90 مع 210 يطلع 300 نجمع 156 مع 140 يطلع 260 وهنا 390 وهنا ٢٠ وهنا ٢٠ وهنا ٢٦ وهنا ٢٨ وهنا ٢٨ وهنا ٢٨ وهنا ٢٨ ده تحميل غير المحدود لاني مش بصين للطاقة حنقرنه بالطاقة طاقة المركز اهو زي ما انت شايف سابقة اه هنا الطاقة ٢٠ لكن الشغل عندنا ٢٠ بعدها مفيش مشكلة هنا ٢٠ لكن الطاقة ١٢٠ مفيش مشكلة هنا ٢٢٠ لكن الشغل ٢٠٠ آه ده اكتر من الطاقة ده يبقى ده سيحصل في مشكلة ده مش هنقدر ننفذه هنا ٢٢٠ من ٢٠ آه ده هنا الشغل اقل من الطاقة وهنا الشغل اكتر من الطاقة وهنا الشغل اقل من الطاقة يبقى هتوجهنا مشكلة في الاسبوع اللي هو ٢٢٠ لتلاتين لانه الشغل اكتر من الطاقة وهيوجهنا في الاسبوع ٣٥ لثمانية وثلاتين لانه الشغل اكتر من الطاقة نعمل ايه نعالج ده ازاي لانه خلاص من اقدرشي نتراجع في الجادول الجادول بعد ما اعتمد الجادول الجادول الرئيس بعد ما اعتمد من اقدرشي نتراجع عنه نعمل ايه الشوف هنا عندك ٣٠٠ لك انطقة المركز ٣٢٠ ساعة يبقى في ٢٠ ساعة عطلة هنا ١٢٠ لك انطقت المركز ٣٢٠ يبقى في ٦٠ ساعة عطلة هنا ٣٠ لك انطقت المركز ٣٠ يبقى في ١٧ ساعة زيادة هنا ستين ساعة عطلة وعشرين ساعة عطلة يبقى تمانين ساعة طب نعمل إيه طب إيه رأيك لو خدنا الزيادة اللي هنا الزيادة اللي هنا سبعين ونفزناها في الأسبوعين دول ونخزنهم لغاية لما ييجي المعاد هنا نضيفهم على الانتاج ونبقى ضمننا تشغيل الطاقة في الأسبوعين في الفترة الأولى نيتين وفي نفس الوقت ما حملناش أكتر في الفترة الثالثة وهكذا وهنا دايما على فكرة دايما هنا في الحالة دي دايما لما نيجي نعدل نعدل ناخد الكتير اللي جاي في الفترات اللاعقة لأنه ده السابقة وننفزه في الفترات الأولانية دي اللي ما فيها الشغل وهنا برضو ميتين وستين وثلتمية وعشرين تلتمية وستين وثلتمية وعشرين تلتمية وستين وثلتمية وعشرين في زيادة أربعين في زيادة أربعين هنا زي ما احنا بنقول ميتين وعشرة من تلتمية وعشرين هيبقى فيه عندي فائض عندي طاقة عطلة مية وعشرة فناخد ده ننفزه هنا لأنه فيه إمكانيات لكن ما ينفعش ناخد ناخد الأسبوع ده وننفزه في الأسبوع اللي بعديه لا اسمه ده ده اسمه تأجيل لا أنا أنتاج عشان تبقى جاهزة على اسمه نسلم للعميل عشان أحقق خدمة العملاء وبالتالي زي ما قلت هناك مشكلة في الفترة من سبعة وعشرين لتلاتين والفترة من خمسة وثلاتين لتمانية وثلاتين وبالتالي احنا بنقول نصدر الأوامر بتاعت من سبعة وعشرين لتلاتين في الفترة تلاتة وعشرين وستة وعشرين وتسعة تاشر واثنين وعشرين والأوامر بتاعة الفترة خمسة وثلاتين وثلاتين نصدره في الفترة من واحد وثلاتين لأربعة وثلاتين ده حل الحل لو ما كفتش طب افرض ما كفتش نشغل إضافي أو نتعاقد من الباطن في هاتين الفترتين يعني لو كان هنا ما فيش طاقة عطلة في الفترتين دون أو ما فيش طاقة عطلة في الفترة دي لأن احنا خدنا الشغل اللي هنا حننفزه هنا وخدنا الشغل الفائض اللي هنا حننفزه هنا تبفرض ده كله يعني على الأد وما نقدرش ناخد من هنا نودي لهم قال لك تلجأ إلى التشغيل الإضافي أو التعاقد من الباطن في هاتين الفترتين هنا بنعمل تخطيط تفصيل للطاقة عشان نضمن ننفز في المعاد لأن الكمية اللي نزلت في الجدول الرئيسي ما نقدرش نعدله دلوقتي أو التعديل حيكون بصعوبة زي ما شرعنا مرة من المرات عشان نعمل تخطيط تفصيلي للطاقة العملية بتمر بعدة خطوات ايه هي الخطوات دي نفكرك برة ثاني انه احنا عندنا تخطيط الانتاج من تخطيط الانتاج أو التخطيط الكل بنعمل الجدول الرئيسي بعد الجدول الرئيسي بنعمل تخطيط الاحتياجات من المواد واحنا علشان نعمل الجدول الرئيسي ده بعد ما بنعمل الجدول الرئيسي بنعمل التخطيط التجريب للطاقة بنشوف هل تخطيط التجريب للطاقة يتوافق مع الجدول الرئيسي يتوافق ابقى اعتمد خلاص ابدا في حسابات تخطيط الاحتياجات من المواد لا والله الجدول الرئيسي اكتر يبقى عدل في الجدول الرئيسي بعد كده بقى بناخد من تخطيط الاحتياجات من المواد بناخد الاوامر المخططة والاوامر الصادرة من تخطيط الاحتياجات من المواد وناخد من ملف وناخد من ملف حالة مركز العمل الاعباء المحملة من قبل كده وناخد من خط سير الإنتاج أو بطاقة العمليات الأقسام اللي حيمر عليها من التلاتة دول نروح ناخدين زي ما عملنا في الأمثلة دلوقتي نروح ناخدين الأوامر المخططة أو الأوامر الصادرة أو المخططة الصدرة والأوامر الصادرة نحولها إلى ساعات عمل عشان الطاقة هنا دايما محسوة بساعات العمل نحولها إلى ساعات عمل تخطيط تفصيلي للطاقة تخطيط تفصيلي للطاقة فناخد ده ونحوله إلى ساعات عمل ومن مركز حالة العمل ناخد الأوامر المحملة من قبل كده يبقى يديني المجموع المجموع ده اسمه إيه المجموع ده اسمه اسمه تحميل غير محدود خلاص وبعد كده نروح بقى نشوف نروح نشوف تقرير الأحمال المتوقعة تحميل غير محدود لأنه مقارنهاش بالطاقة فنروح انقرنه بالطاقة الإجمالي ده هل الطاقة كافية؟ طاقة كافية لو الطاقة كافية نعم الطاقة كافية يبقى خلاص اعتمد هذا التقرير واسمه تقرير نهائي اسمه تقرير أحمال نهائي وروح ابعاته بقى عشان يستخدموه في الخطوة اللي جاية اللي اتكلمنا عنها بعد كده اللي هي الجدولة التفصيلية اللي هي رقابة المدخلات يقابلها الجدولة التفصيلية وقابلها رقابة المدخلات والمخرجات وفي نفس الوقت اعتمد الأوامر الصادرة والامر المخطط اصدارها اللي هي في من جدول تخطيط لحتاجات مواد ده لو ايه لو الطاقة كافية لا يا عم الطاقة مش كافية الطاقة مش كافية الطاقة مش كافية يبقى تروح تعمل ايه هل تقدر تعدل الطاقة اعدل الطاقة ازاي تعدل الطاقة انك انت تشغل اضافي تزود عدد العمال تشغل من الباطن اقدر خلاص لو تقدر يبقى نفس هذا الكلام ويبقى هو ده التقرير الاحمال النهائي لا ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش اشغل من الباطن ولا ولا اجيب الات احتياطية ولا عندي الات احتياطية ولا اقدر اتعاقد من الباطن يبقى نعمل ايه لا طيب تقدر تغير المسار يعني اغير المسار يعني هل تقدر تشيلها من القسم ده وديها القسم تاني يكون فاضي لو اه يبقى هتغير المسار ها وتروح بقى وتتعرف منين من بطاقة العمليات او من بطاقة خط سير الانتاج وترجع بقى تعيد القصة من اولا ما اقدرش برضو ما اقدرش غير المسار ما اقدرش غير المسار يبقى بقى عدل الجدول الرئيسي وده لاحظ انه تعديل الجدول الرئيسي ده يكون اخر حاجة لان زي ما قلنا انه الجدول الرئيسي لا يعدل خصلا اذا كان في الوقت المجمد الا في الاحوال القاهرة ده اللي هو تخطيط التفصيلي قطوات التخطيط التفصيلي للطاقة وده كده نكون انتهينا من الفصل الخاص بتخطيط الاحتياجات من المواد والتخطيط التفصيلي للطاقة شكرا لكم وادعواتي لكم بالنجاح والتوفيق ونكمل في المحاضرة التالية ان شاء الله باذن الله السلام عليكم ورحمة الله